دوكا دفجور صارت في العالم هكذا هي ليبيا والمغرب دوكا سميلار حالتين متشابهة لكن بعيدة على بعضها هي المروك وليبيا نبدأ بليبيا الذي كان الخير يجيهم من كل جهة المرأة خلص اللي رأي في الدار الشعب عنده دراهم باش يروح يتجول في العالم ساكن ساكنات جيدة مدهر كان ما يحتاج ما عندهمش أنيلكتريسيا ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش كانوا الناس براوية ليخدمونهم ما حمدوش ربي كانوا يروحوا للخارج يعطي لهم مؤمن القدافي الدراهم ويزيد بحر الباسبور والدنيا هيدا باش يكملوا يقادوا لكن ما حمدوش ربي الكمية الصغيرة اللي كانت خوانة لبيا داعبهم بيرنال ليفي وهذا بيرنال ليفي اللي حاسب روحه باللي فيلاسوف هو ماشي فيلاسوف هو مهدم يلبس القمجال بيضاء وهي مأمره بالدماء انتا الليبيين بالدماء انتا السوريين بالدماء انتا العراق اللي كان ينشر البلبلة وينشر الحقد في أوسط المسلمين ويروح قدام هذو كل يسموهم الربال وسموها الربيع العربي وما يشبه ماشي هم كما يحبوا هو يهودي خطة يهودية اللي راي تمشي مازال احتل درك اللي راي تمشي في 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 الدول العربية وتنخع تنخع تنخع الجسد العربي والمسلمين تشوفوا اش داروا اليهود حتى يحبوا يجو حتى المغرب لكن ما حمدوش ربي وكان صورة قرآنية تدل على هذيك يجي كخير من كل جهة من الساماء من الارض من لكن ما حمدوش ربي وهولك ربي العقاب انتا حم كيف شره وصير لهم وان انقسام حفطر في جهة والاخرين في جهة واستعملوا النعارات انتا كرة القدم انتا بنغازي مع طرابلس ونساوي قضية بلي قضية ليبيا هذي القضية اللولة اما المغرب بولا ما شل ما ما نقولش المغرب بارسكو المغرب سابودي الجزائر تونس ليبيا والمروك هما المروك نهضروا على المروك بارسكو انا جوسكا بريزون ما نقمنش بدولة كدولة مروك اللي حاكمة الريف حاكمة هما مملكة مراكش مروكو وفاس المهم كان يجيهم الخيرات من الجزائر بدراهم انتا الشعب الجزائري كاين على باكم بالمواد مداعمة كالقمح كده الحاليب كالزيت كده السكر وقعيتك هادو مواد قعمة باكمة البنزين لكن لكن المغربة ما حمدوش ربي قعدت فيهم هذي كالنعرة انتاع لسيرف الوروه ولا قادوا ديزيسكلاف ولا الفيوداليزم اللي كان قديم ولا جديد نيو فيوداليزم ما زالوا يحسب روحوا باللعبيد لمالك اللي ما يكسبش اسم ما عندوش لقب او عندو اسماء زائد رقم اللي تاريخ اللي يشهد ولد كان واحد فرنسي يشهد شهادة على باباكي جبل المحمد الخامس حشك واحدة يهودية يمت الحسن دو اللي راهم يقولوا باللي كونكوا ولد الكلاوي كما يقولوا هما وزيد كما هدا ولد الحسن التاني تاني هدا ومحمد السادس ولدو ماشي ولدو من صلبو دونك عباد عندو ملاقب ما عندوش لقب يصني اكس ما نعرفوش عليهم تاريخ ما عندو سولالة والله يقولك ان جاو عباد بكري هيدا علويين ونصبر واحد من رسول عليه الصلاة والسلام وكانت دول المغاربة المغاربة صافية لليبيا تونس الجزائر والمروك يأمنوا بواحد ان تعراجوا الدين يروحوا لهم مطاعين وبالتالي ياخدوا الرأي تاعها وكان هو اللي يفصل في القضايا وقعتك ربما اللي كانوا كانوا على ملاحهم بعد جاء الناس الفساد حشك الدعارة بوسبير بروسبير بخميسات وكانوا السينغالي وكانوا دخلهم في الارمي وزوجوهم بالمغاربة وكانوا الصنف الثاني على ذلك اللي يأتي في المروق يأتي لك صفة الانتماء في بلادك يأتي لك صفة الانتماء يقول لك انت ماشي الجزائري يفن لك ورقة بل الانتساب ورقات الانتساب ومشكل كبير ومشكل عاوص هذا العباد هذا اللي سارفوا اللي كانوا يأكلوا يشربوا الزيت يدخلوا وقعتك بضراه منها يسمى ينحيونا منها من العرق الجابين تانا من الخيرات تنتعى البلاد وهكذاك ما على هذيك اللي من القدام تشوفوا المروق راح يعصف بها هو راو يقول لك الامريكان راح يعاونهم وقاع كروايموا كان ديك لونشا ينجار راح يخسر فيها خسارة كبيرة 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 والفيكتيم شكونوا هو الشام على بالكم باللي كان غدوة يتسلح الريف راح يطار تعالي من سنوات وسنوات وسنوات راح يخلف الطار في في العلويين المهم الناس اوتوكتونة والناس اوتوكتونة الانتعى هذيك المنطقة اللي عايشوا جدا ابان جدا يجي واحد منا ما لابناش من انجا ويحط روحه مالك يقول لي هو عبيد وهذاك يحكم فيه وينسب روحه للرسول هو مكاش ناسب ويقول لك انا من ناسب انتعى الرسول باش تولي انتعى عندك ناسب بالفوت ديرا باش تولي كانت ترتيب الناس حسب المناطق وحسب هذو زوجة بلدان اللي اخديت منهم نموذج انتعى الناس اللي ميحمدوش ربي وين الخيرات يكونوا يجيوك من كل جهة وش نقول لنا ان شاء الله يصرح الاحوال الناس ميروحوش في النعارات للنقابلية كما في ليبيا وين الجهة الماتش اللي قاد الحقد ان شاء الله عاود الفيلم هذا كله القصة انتعى غبراء وداحس حصانين انتعى كورس انتعى السباق اللي دامة الحرب انتعى حرب انسانا هكذاك اللي اصير قررة القادم ما توفي لداخل السطاد ايام انتعى وين كان طاعش هذاك ابن انتعى ابن انتعى القدافي وصل على الموتى في الاخر هذه النعارات استمرت الناس ماتوا ورغم خلاص او عظام او نداثر خلاص او لا يبنش في التراب وليباش يخموا على ليبيا كدولة قائمة يجي الاخر يحوص اللي ما قراش مندب حبي ينصب روحه كمالك حوص يرجعها مملكة تنسب له وكان خلطها تركيا وتركيا تحب الخير لشمال افريقيا عندها حقد على شمال افريقيا وبالتالي كان جاء تحبنا تحبس علينا التمويل العقاقير المهابل اللي وزعوها في شمال افريقيا اللي تجي عن طريق ليبيا وتدخل عن طريق الملاطق الصحراوية الجزائرية كان جاء يحبونا تلقامهم اللي يحاربوا هذي الافا وهذي بالاماراتيين اللي رعم يفنانسي فنانسي هذا السم اللي رعم يبعتوه الشباب الجزائري بونك القصة الحمدلله الاسلام اعطاننا قصص اللي رواها علينا وهي احق وعندها قيمة وجدانية قيمة فلسفية كما تحب تفهم الحمدلله الاسلام هو اللي كبرنا عليه نابد يعرفو الناس باللي الوطن واجب نحبوه بالرغم من خلافات خطري فياندرالوجور يجي انسان تاقي يحب الجزائري وطني سياسي محنك راح يخرجنا الجزائر الجزائر من ازمة والبداية يبدأت ان شاء الله مرحلة جسيون دي كريز يسير ازمة اللي راح معايشينها هالعالم كامل ان شاء الله ما تقسنا شاديك الازمة في الجزائر والحمدلله هرانا راه الجزائر بخير وراحين ان شاء الله ان شاء الله نارتوا للجامعة خدامي واللي زي كول نعودوا نراجعوا هنا في المنظومة التربوية راح نخرجوا جيل اللي يبني الوطن يحب الوطن وان شاء الله يكون الخير والسلام